أبو سالم من العين يسأل عن العذاج بالمشيمة يقول بالنسبة للخلال الجدعية أبو سالم بارك الله فيك هذه مسألة حقيقة من المسائل ومن النوازل المعاصرة ولأهل العلم كلام فيها ما بين مبيح وما بين مانع ولذلك الاحتياط ترك هذا الأمر لأن المشيمة في من العلم من يرى عدم جواز استعمالها ويرون بأن ما أبين من حي فهو كميتته ومن أهل العلم من يرون بأن المشيمة هذه في حكم المنفصل وليست في حكم المتصل وهي ليست بنجسة ولذلك قالوا يجوز استعمالها لا يلجأ الإنسان إلى هذا خاصة أن المسألة خلافية إذا كان والله الشخص مريض مرض وقالوا له بأن يعني علاجك بمثل هذه الطريقة ممكن يترخص بالقول الثاني موسيقى موسيقى موسيقى